حتى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع الهنية في جهود بلاده لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة ومواصلة تقديمها الدعم لقطاع غزة جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراء هنية بالوزير القطري ثمن فيه وقوف قطر الى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لغزة مراحبا بجهود الدوحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتنفذ اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع ضمن منحة الامير الشيخ حمد بن خليفة الثاني لاعادة اعمار غزة والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار اضافة الى المنحة التي تبرعت بها في مؤتمر القاهرة لاعمار غزة في تشرين الاول من عام 2014 وتبلغ مليار دولار